الموت الأبدي الموت التاني خلاص انفصال مش بس انفصال روحي يعني انفصال عن الله بس انفصال مع عذاب كمان بالزبط لانه يعني انفصال مع عذاب عذاب لا يحتمل والكتاب بيتكلم عن نار لا تطفق ودود لا يموت الكتاب بيتكلم عن ان هناك يكون البكاء وصرير الاسنان فهنا بنشوف ان الكتاب بيتكلم عن عذاب فعلي موجود مش بس عذاب نفسي ولا حالة من الحالات لا الكتاب بيتكلم عن وجود لجهنم وجود للنار فهنا بنشوف الحاجة التانية اللي انا زي ما زي ما يمكن ذكرت من شوية على فكرة قيين ان اقصى انواع العذاب هو انك انت تشعر بالمخاطر حواليك لانك انت مش في محضر الله ومش في حماية الله فده نوع التاني من العذاب فهنا اللي انا بقوله كمان يمكن حتى يمكن الرسول بولوس اتكلم عن الالم في الارض الام هذا الزمان الحاضر لا تقص بالمجد العتيد ان يستعلن فينا فانا اتحمل الالم هنا من اجل مجد لكن لو انا ابتديت النهاردة اطلق العنان للذاتي فانا بواجه الموت الابدي والمسيح ركز على الكلام ده وحتى انه اتكلم عن ان اعثرتك يدك اليوم نفقتحها وهنا مش بتكلم عن القطع الحرفي او المادي لكن هو بتكلم عن الافضل انك انت تتقلم وتتعذف في الارض اكتر من انك انت تتعذف في الموت الابدي اللي هو ملوش النهاية حضرك زكرت انه ده يكون الى ابد الابدين اشتركوا في القناة